حسن يتكلم في قول الله تبارك وتعالى أينما تكون ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج نعم هو يتكلم عن الآيات التي في سورة النساء من قول الله تبارك وتعالى في قضية أنه مرة نسب الأمر إلى النبي ومرة نسب الأمر إلى الله قل كل من عند الله الذي ينبغن يعلم أن الله خلق الأسباب والمسببات فتارة يسند الأمر إلى السبب وتارة يسند الأمر إلى المسبب فعندما تقول مثلا أن فلان قتله السيف أو قتله السيل غرق أو حرقته النار فهذا تتكلم عن السبب وإلا الذي توفى هو الله فمن هذا الأشياء بهذه الطريقة تفهم هذه الآيات ويفهم أن الله تبارك وتعالى قد يعني رب العصل أن الذنب العقوبة تكون بسبب ذنب لكن الابتلاء لا يكون غالبا بسبب ذنب والنبي عليه الصلاة والسلام قال أعظم الناس ابتلاء أعظم الناس بلاء الأنبياء ومعلوم أن الأنبياء ليسوا أعظم الناس ذنوبا بل لا ذنوب لهم فحتى يفهم المعنى جيدا هذا مجمل ما يمكن أن يفقه من هذه المسألة